المختصر في السيرة النبوية حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم الشريف وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان في بادية بني سعد إذ جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك آخر فشق عن صدره الشريف روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند حسن بالشواهد عن عتبة بن عبد السلمي قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان أول شأنك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفى فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علاقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه حصه يعني خطه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي أن يكون ألبس بي فقالت أعيذك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك وقالت إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام